بدأت إسرائيل بضربة البنى التحتية العسكرية الرئيسية الخاصة بحزب الله اللبناني بشكل مكثف وذلك أصبح واضحا من خلال استهداف هائل يوم أمس كان قد طال العمق اللبناني تحديدا وهذه الضربة تحدثت عنها العديد من المصادر مثل وكالة رويترز وحتى الجروزلوم بوست وكانت هذه اللحظة الأولى لعملية الاستهداف التي جاءت في البقاع ضربة كبيرة للغاية انفجار كبير ولاحظ أيضا هناك مقطع مصور آخر يوضح لك طبيعة هذه الانفجارات بأن الصواريخ تتطاير يمينا وشمالا من هذا المستودع الذي ضرب وتلاحظ بأننا أمام صواريخ تتجه باتجاه المدنيين رغم أن هذه النقطة وهذا المستودع موجود في مساحة مفتوحة لكن لاحظ كيف الصواريخ تذهب يمينا وشمالا يوضح بأننا أمام صواريخ قصيرة المدى بل حتى قد نكون أمام صواريخ بعيدة المدى أيضا في نفس الوقت وهذه كانت صورة أخرى لطبيعة هذا الانفجار الهائل هناك العديد من الصور ومن العديد من الزوايا لهذه الضربة ضد هذا المستودع الاستراتيجي كذلك كانت هناك ضربة أخرى ضد مستودع آخر هنا في هذه المنطقة لاحظ هناك صاروخ إلى الشمال سيظهر فجأة يوضح لك بأننا أمام مستودع آخر للأسلحة كان قد ضرب بهذه الطريقة وأيضا كانت هناك ضربة ضد عنصر من عناصر حزب الله اللبناني أيضا من قبل الجانب الإسرائيلي واتضح بأنه حسين علي حسين والذي قالت إسرائيل بأنه أحد الأعضاء البارزين في الوحدة الصاروخية لحزب الله اللبناني وإذا ما حاولنا أن نحدد هذه المواقع لكي نفهم أكثر ما الذي يجري من قبل إسرائيل وكيف تطورت الأمور الآن هذا مستودع طبعا وهذا مبنى بجانبه وهذا مبنى آخر وتلاحظ هذا الطريق البارز وكذلك نلاحظ بأننا أمام مبنى أيضا آخر صغير وكذلك نأخذ صورة أخرى لطبيعة الاستهداف الآخر الذي جاء باتجاه المستودع وسط الغابات ليست هناك الكثير من العلامات التي ممكن أن نستفيد منها هذا الطريق هنا غابات ونلاحظ هذه العلامة البارزة من خلال التصوير التي ممكن أن تكون مفيدة للوصول إلى هذا الموقع بالتالي إذا ما اتجهنا بسرعة إلى هذه المواقع الموقع على وليأتي إلى جنوب غربي لبنان كما نلاحظ وبالقرب من قاعدة لليونيفل إلى شمالها قليلا هناك منطقة مرتفعة وهذا جبل مرتفع وهذا الوادي تحديدا في هذه المنطقة كان قد حدث الاستهداف وبالتالي نتوقف هنا بهذه الصورة وتلاحظ بأننا أمام نفس العلامات التي كانت ظاهرة أمامنا وهذه العلامة البارزة من القمر الصناعي وكذلك نتجه الآن إلى البقاع إلى الضربة الأكبر إلى الضربة التي هزت حقيقة حزب الله اللبناني والتي هزت المنطقة بأكملها تأتي هذه المنطقة إلى جنوب من بعلبك على مسافة 21 كيلو مترا وهذا هو المستودع تحديدا الذي كان قد استهدف ترى بأننا أمام نفس المستودع المبنى كل المباني وكل الإشارات متطابقة مع ما نتحدث عنه وبالتالي بشكل عام هنا نلاحظ أن الضربات تأتي في عدة مواقع في عدة اتجاهات كل شيء مرصود بالنسبة للجانب الإسرائيلي بكل تأكيد نتحدث هنا عن الضربة الأولى التي جاءت هنا وهي الضربة على مستودع الصواريخ وكذلك باتجاه دير قانون وكذلك باتجاه البقاع وفي دير قانون طبعا قتل حسين علي حسين وهنا نلاحظ بأن كل شيء مرتبط بالصواريخ قد ضرب في الـ 24 ساعة الماضية من قبل الجانب الإسرائيلي لا بل إن في العشرين يوما الماضية بدأت إسرائيل بحملة مكثفة من الضربات باتجاه المواقع الصاروخية الخاصة بحزب الله اللبناني أكثر من 150 هدفا قد ضربت لهذه المستودعات للطائرات المسيرة للذخيرة وكذلك للصواريخ ركزت تماما على ضرب الترسانة الصاروخية من أجل إضعاف هذه الترسانة الصاروخية قدر الإمكان ولا بد من الانتباه أن هذه الضربات من خلال هذه الحملة تركزت على كل ما هو خلف النهر الليطاني هذا تقريبا هو النهر الليطاني عادة الضربات كانت تتركز بالمناطق الجنوبية إلى جنوب النهر الليطاني ولكن هذه المرة الضربات تركزت على شمال النهر الليطاني وعلى بناء تحتية عسكرية مهمة للغاية هي التي ضربت والموقع الذي نتحدث عنه هنا البقاع تحديدا هي منطقة رئيسية لوجستية عملياتية خلفية خاصة بحزب الله اللبناني يقوم حزب الله بعملية الربط طبعا بين لبنان وبين سوريا أسلحة كثيرة تأتي من إيران إلى العراق عبر سوريا مباشرة إلى حزب الله اللبناني أو من الجو من إيران إلى المطارات الموجودة في سوريا ثم تنتقل برا إلى هذه المنطقة وهذه المنطقة تعتبر نقطة مهمة لإيصال الأسلحة لمن؟ لعناصر حزب الله وقوات حزب الله الموجودة على الحدود مع إسرائيل في مواجهة إسرائيل طبعا بكل تأكيد بالتالي ضرب كل هذه النقاط والبنى التحتية العسكرية بهذه الطريقة وبهذه القوة واضح جدا هو من أجل إضعاف عناصر حزب الله قدر الإمكان مع كل الضربات التي جاءت على البنى التحتية طبعا في الجنوب ومن أجل في نهاية المطاف أن تبدأ إسرائيل وعندما تتخذ القرار إسرائيل بالتقدم إلى الجنوب سيكون حزب الله في وضع لا يحصد عليه عندما تبدأ بالتقدم بهذه الطريقة ومركز المال الدراسات كان قد أوضح ببساطة بأن الصواريخ والمستودعات الصاروخية هي موجودة في أغلب لبنان في أغلب البلدان أو في أغلب المناطق الموجودة في لبنان تحديدا وهي كلها موجودة تقريبا الأغلب فوق سطح الأرض على الرغم أن حزب الله اللبناني الأسبوع الماضي استعرض أنفاقا له واستعرض أن هناك صواريخ كبيرة هائلة استراتيجية يمتلكها من الممكن أن تشكل خطرا على إسرائيل ولكن مركز المال يرى وتحدث بمعلومات خطيرة بأن الصواريخ موجودة فوق سطح الأرض وبالتالي هذا يسهل على إسرائيل من ضرب هذه الصواريخ ولكن في نفس الوقت المركز أشار بأن هذه المستودعات أيضا متواجدة بين المدنيين بمعنى آخر أن إسرائيل غير قادر على ضرب هذه المستودعات بين المدنيين لأنه سيكون هناك ضحايا مدنيين وهذا سيعني ببساطة أن إسرائيل ستقع مرة أخرى بمطب قتل المدنيين وستتعرض إلى الكثير من الضغوط حتى في هذه المعركة كما تعرضت إلى الضغوط في قطاع غزة وقد تفقد كل الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المسألة والتالي هذا آخر شيء تريده فيما يتعلق بحزب الله اللبناني الذي يشكل التحدي الأكبر المباشر على إسرائيل تحديدا وهذه الضربات التي جاءت يوم أمس هي تأتي مع تطور المفاوضات التي نازالت مستمرة فيما يتعلق بالهدنة في قطاع غزة الولايات المتحدة الأمريكية في حقيقة الأمر كانت قد تحدثت ببساطة واتفقت مع بن يامين نتنياهو على شروط معينة وحاولت من التواصل مع جمهورية مصر العربية لإقناعهم من أجل الضغط على حركة حماس للقبول بهذه الهدنة لكن المشكلة أن حركة حماس لم توافق حتى هذه اللحظة على الشروط المطروحة على طاولة وذلك لأنها لا تهدف إلى إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل بل إن هذه هدنة مؤقتة تقريبا أربعين يوما تبادل الأسراء وبعد ذلك يعود القتال مرة أخرى وبالتالي لا مصطحة استراتيجية لحركة حماس للقبول بمثل هذه الاتفاقية وبالتالي حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها لم تصل الأمور إلى طريق لكن المفاوضات مستمرة لكن فرص نجاحها تبدو ضعيفة للغاية وهذا هو الذي جعل قناة الجديدة اللبنانية أن تتحدث بأن القيود التي كانت مفروضة على حزب الله اللبناني في مسألة الانتقام لفؤاد شكر الذي اختالته إسرائيل وبعد ذلك إسرائيل قامت باختيال إسماعيل هنية في الداخل الإيراني هذه المسألة حتى هذه اللحظة حزب الله لم ينتقم لفؤاد شكر لكنه كان مكبلا بسبب المفاوضات لأنه لا يريد أن ينفذ هجومه فجأة كبيرا على إسرائيل سيعتبر بأنه ضرب المفاوضات والسلم وغيرها ولكن بما أن حركة حماس يبدو بأنها رفضت كل شيء قناة جديد نقلت بأن هذه تبعد طبعا القيود التي فرضت على حزب الله وحزب الله الآن قادر على الهجوم وفجأة إسرائيل قامت بالهجوم الكبير الذي رأيناه وبالتالي يبدو بأن إسرائيل توجه ضربات استباقية على حزب الله اللبناني لإضعافه قدر الإمكان وللتهيئة إلى عملية برية محتملة من قبل إسرائيل إن لم يكن هناك اتفاقا كذلك إن إسرائيل وجدت أيضا بأن النظام السوري لديه مشكلة فيما يتعلق بهذه المعركة وما يجري فالوالستريت جورنال على سبيل المثال نشرت تفصيلا مثيرا بهذه القضية وذكرت الآتي أبلغ النظام الرئيس السوري بشار الأسد إيران إنه لا يريد الإنجرار إلى حرب هناك مصالح استراتيجية ولا يريدون دخول بهذه الحرب وهذه قد تأتي كفائدة لإسرائيل عندما تفكر فيما يتعلق بحزب الله كذلك أن حاملة طائرات الأمريكية العملاقة إبراهام لينكين ظهرت في آخر صورة لها في القمر الصناعي وهي تسير بهذا الشكل وتم تحديد موقعها واتضح بأنها موجودة الآن هنا باتجاه ماليزيا هي قريبة للغاية وبدأت تقترب في حقيقة الأمر من الميدل إيست أو الشرق الأوسط وهذا يعني بأنها على بعد تقريبا بحسب التقديرات للخبراء بطبيعة المسافة التي وصلت لها إلى خمسة آلاف وثلاثمائة كيلومتر أي في أحسن الأحالات هي بحاجة إلى ستة أيام كي تصل لهذه المنطقة وسنكون أمام حاملتين للطائرات وهي فيدور روزفيلد وكذلك حاملة الطائرات إبراهام لينكين مع كل التصعيد الذي يجري في المنطقة وبالتالي مع اقتراب إبراهام لينكين تقوم إسرائيل بكل التصعيد باتجاه حزب الله أيضا وكذلك أن إسرائيل الآن بدأت ترسل رسائلا لمن؟ لجماعة الحوثي في اليمن رسائلا ليست بالعادية بأنك يتهج معا إن قمتم بهجوم باتجاه إسرائيل فبأن هناك المزيد من البنى التحتية ستضرب في الداخل اليمني وهذا الأمر أصبح واضحا مما نشر من قبل موقع إنتل تايمز العبري الذي أوضح بمصادر خاصة نشرها لوحده وبشكل حصري بأن الأهداف الإسرائيلية القادمة إن قامت جماعة الحوثي بالهجوم على إسرائيل سيكون مطار صنعاء وسيكون كذلك ميناء رأس عيسى وكذلك ميناء الصليف وبالتالي هنا إسرائيل تحاول ردع جماعة الحوثي من القيام بأي شيء كما تعتقد بأنها ردعت جماعة الحوثي عندما استهدفت البنى التحتية الخاصة بهم في الحديدة تضرب بقوة حزب الله اللبناني وتتحدى أيضا إيران والفصائل المسلحة الأخرى ترجمة نانسي قنقر